السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام أما بعد أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من مادة التربية المهنية إذن عز وجل اليوم سنتحدث عن الرخص المهنية فلنبدأ على بركة الله قبل أن نستهل في درسنا نستذكر ما أخذناه في الدرس السابق تكلمنا في الدرس السابق عن مفهوم الاختبارات الشخصية وذكرنا أن هذه الاختبارات هي جزء من القبول لتلك الوظائف التي نريدها فمهم جدا أن نحضر ونستعد لتلك الاختبارات سواء كانت تلك الاختبارات اختبارات مهارية أو اختبارات شخصية لمعرفة بعض الجزئيات الشخصية بعض الجزئيات المرتبطة في شخصيتنا وهناك اختبارات كما ذكرنا ومقاييس متعددة لمعرفة جوانب متعددة في شخصيتنا فهناك اختبارات شخصية وهناك اختبارات لمعرفة المهارة وهناك اختبارات لمعرفة المعرفة لديك في تلك المعارف المرتبطة في الوظيفة التي ترغب في العمل بها هناك مجموعة من نصائح كما ذكرنا عند التقدم للوظيفة أولى هذه النصائح والتوجيهات هي أن تسأل المرشحين السابقين الذين تقدموا لهذه الوظيفة فتسألهم وتستفسر عن طريقة تلك الاختبارات وما التحضير الذي تحتاجه في تلك الاختبارات وبعض الأمور الأخرى حتى تدخل لتلك الاختبارات وأنت مستعد استعداداً تاماً وحينما تسأل الآخرين فأنت قد قطعت على نفسك شوطاً كبيراً في المعرفة والاستعداد لتلك الاختبارات قم بجمع المعلومات عن الشركة والفرع الاقتصادي وعن صورة المهنة وقرأ هذه المعلومات جيداً مهم جداً أن تقرأ عن تلك الجهة التي ترغب بأن تتوظف بها فتبحث وتعرف ما هو نشاطها وأين فروعها ومن هو مدلس الإدارة ومن يدير هذه الشركة وتعرف كثير من التفاصيل عن هذه الشركة يفيد ذلك في أمرين الأمر الأول أنه ربما تسأل عن هذه المعلومات فتكون قد استعددت للإجابة على تلك المعلومات التي من الممكن أن تسأل عنها كذلك من أهمية معرفة واطلاع على الشركة أو الجهة التي ترغب أن تعمل بها أنه تجيب على تلك الأسئلة التي ربما تكون أكثر صحة من تلك التي ربما تكون خلاف ذلك فحينما تقرأ تعرف كيف تجيب على تلك الأسئلة والتي تحتاجها الشركة أو الجهة بشكل أكبر وأفضل مهم جدا أن تسأل قبل الاختبارات إن كان هناك احتياجات أو أمور أو أدوات يطلبها ذلك الاختبار فبثلا إن كان يطلب حاسبة آلية أو غير ذلك من الأمور الأخرى التي من المهم أن تحضرها معك قبل أن تذهب إلى الاختبار كذلك أن تحضر إلى المكان الاختبار بوقت كاف ومهم جدا أن تراعي أي ازدحام أو خلاف ذلك قبل ذهبك إلى الاختبار فمهم جدا أن نحرص على الحضور مبكرا لتلك الاختبارات كذلك من المهم جدا أن تتبع التعليمات بدقة وأن تستفسر في حال لم تعرف أو لم تفهم شيئا وهذه من النقاط المهمة جدا أن تتبع التعليمات وتستمع لها جيدا حتى تستطيع أن تنفذ تلك التعليمات فلو ربما لم تسمع لأحد الملاحظات أو أحد التنبيهات ويؤثر ذلك على سير أو طبيعة حل ذلك الاختبار على سبيل المثال ربما من التنبيهات والتنويهات أن تنهي ذلك الاختبار بوقت محدد أو أن تحل ذلك الاختبار بطريقة محددة فحينما لا تراعي ذلك فقد تخسر هذه الوظيفة بسبب عدم سماعك وانتباهك لتلك الملاحظات والتنبيهات من الاختبارات الشخصية أو أجزاء منها يمكن أن تدرك أنها تتعلق بأسئلة تتمحور حاول حالات ومجالات حياتية أو حياة معينة وفي اختبار الشخصية لا يطلب منك حساب أو رسم كما ذكرنا هناك الاختبارات قبل التقدم للوظيفة هناك اختبارات متعددة من تلك الاختبارات الاختبارات المرتبطة بالشخصية فهذه الأسئلة لا تكون مرتبطة مثلا بالرسم أو الحساب أو غير ذلك بل ترتبط في أسئلة مرتبطة في شخصيتك فمثلا تسأل عن مدى رغبتك في العمل ضمن مجموعة أو العمل منفردا فتضع ما يناسبك أنت ولا تضع لا يوجد في تلك الاختبارات إجابة نموذجية وهكذا تأتيك الأسئلة متتابعة وتجيب عنها حسب ما هي طبيعتك وشخصيتك هنا تنبيه إذا كان الاختبار من اختيار متعدد فمهم جدا أن تعرف بعض الطرق لحل الاختيارات المتعددة مثلا استبعاد الإجابات الخاطئة وغير ذلك كذلك أن تبدأ بالأسئلة الأسهل ثم إن كان تعذر عليك أو صعب عليك بعض الأسئلة أن تتركها في النهاية حتى لا يذهب عليك الوقت دون أن تشعر سنتحدث من إذن عز وجل في هذا اليوم عن مفهوم الرخصة المهنية الرخصة المهنية هي وثائق تصدرها الهيئات المهنية وفق معايير محددة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنما بحسب مستويات ومدة زمنية محددة الرخصة المهنية من الأمور والمتطلبات التي أصبحت كثير من الوظائف تتطلبها فمهم جدا أن تعرف الوظيفة التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها لتحصل على تلك الرخصة المهنية فهذه الرخصة هناك طرق متعددة من الأمثلة على تلك الرخصة أن يكون هناك اختبار مرتبط بتلك المهنة فحينما تجتاز ذلك الاختبار الذي يعتمد على المعرفة ويعتمد على المهارة وعن كيفية التعامل مع بعض الأمور المرتبطة بالوظيفة حينما يجيب الشخص في ذلك الاختبار أو المتطلبات تلك الرخصة يحصل الشخص على رخصة لمزاولة تلك المهنة هذه الرخصة تخول وتتيح للشخص مارسة تلك المهنة لكن بدون تلك الرخصة لا يستطيع ذلك الشخص مارسة هذه المهنة لأنه من المتطلبات الرئيسية للعمل في تلك المهنة الحصول على تلك الرخصة وهذا لا شك مما يزيد فاعلية وجودة الأداء لدى الشخص في تلك الوظائف المتعددة وسنستعرض معكم بإذن عز وجل مجموعة من الأمثلة على تلك الرخص المهنية من الأمثلة على الرخصة أو الرخص المهنية أولاً الرخصة المهنية للمعلمين هذه الرخصة يختبر فيها المعلمين حتى يكونوا على كفاءة أكثر وأكبر لإيصال وتحقيق الهدف التعليمي فمثلاً في الرخصة المهنية للمعلمين يختبر المعلم فيما يرتبط في الجوانب التربوية كذلك حسب تخصصه لا شك أن هذا كما ذكرنا يعود بالنفع على العمل والجودة في العمل أو شاغر تلك الوظيفة كذلك من الرخص رخصة الممارسة المهنية لتخصصات الصحية فتخصصات الصحية تتطلب رخصة معينة وتتعدد هذه الرخص حسب المجال الصحي الذي سيعمل به الشخص حتى يكون الشخص المزاوي لتلك المهنة الصحية يمارس مهنته بشكل أفضل وذلك لا شك أنه كما ذكرنا يعود بالنفع على المستفيد في المثال الأول يعود مستفيد على الطالب هنا يعود بالفائدة والأثر ولا شك أن الكفاءة التي يستفيد منها بعد ذلك المريض مثلا بالنسبة للممارسين الصحيين ولا شك أن ذلك يعود بالفائدة للموظف أولا ثم بعد ذلك للمستفيد ثانيا رخصة الاعتماد المهني للمهندسين حتى يزاول المهندس مهنة وما يرتبط في الجانب الهندسي مهم جدا أن يحصل على رخصة لمزاولة مهنة الهندسة حتى فعلا يكون شخص على دراية ومعرفة ويتأكد من كفاءة ذلك المهندس حتى يزاول ما يرتبط في المجال الهندسي بعد ذلك من الرخص المهنية وهي رخصة الطيران رخصة الطيران من الرخص المهنية هذه الرخصة تخول للطيار بمزاولة مهنة الطيران وكما ذكرنا أن ذلك يعود بالنفع والكفاءة التي تتحقق على المستفيد فعلى سبيل المثال حينما يزاول طيار مهنته بدون تلك الرخصة لا شك أنه ربما نتعج عن ذلك أثار سلبية لأنه ربما لم يكن على كفاءة تمكنه من قيادة تلك الطائرة ومن الأمثل التي توجد في حياتنا وقد لا تكون مرتبطة في الجانب المهني مثلا رخصة القيادة لا بد أن الشخص يحصل على رخصة قيادة حتى يتمكن من مزاولة القيادة لأنه حينما لا يكون حصل على ترك الرخصة لربما أثر ذلك سلبا على قيادته وعلى الآخرين من حوله وهذا مشابه للرخص المهنية بشكل عام ورخصة طيران بشكل خاص رخصة المرشد السياحي وسنتحدث عن هذه الرخصة مهم جدا أن يكون لدى المرشد السياحي رخصة تمكنه من مزاولة عمل الإرشاد السياحي هذه موجودة لديكم في الكتاب دخول على موقع وزارة السياحة وكذلك على الهيئة العامة لتخصصات الصحية للحصول على أو طرق الحصول على الرخص المهنية وسنستعرضها معكم سويا وزارة السياحة من شروط أن يكون الشخص مرشدا سياحيا أولا أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 21 عاما هذا الشرط الأول للحصول على رخصة المرشد السياحي كذلك من ضمن الشروط الأخرى أن يكون لائقا طبيا وسليما من الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء عمله كمرشد السياحي هذه من الأمور المهمة جدا بالنسبة للمرشد السياحي أن يكون سليما جسديا وأن لا يوجد لديه لا قدر لا أمراض خصة تلك المعدية لأنه سيزاول هذه المهنة ويختلط بالناس من أطياف متعددة مثلا سواء كانوا من السعودية أو من خارج السعودية فمهم جدا أن لا يكون لديه أي مشاكل صحية لربما تؤثر على المستفيدين كذلك أن يكون من المسموح لهم بمزاولة أعمال مهنة الإرشاد السياحي طبقا للأنظمة واللوائح السارية هناك مجموعة من الأنظمة واللوائح تطلب أن تكون موجودة ومتحققة لدى الشخص الذي يرغب أن يكون مرشدا سياحيا كذلك اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والدورة التدريبية والتأهيلية الإرشاد السياحي حسب الفئات مهم جدا أن يكون لدى الشخص أو أن يجتاز الشخص تلك الاختبارات وهذه كما ذكرنا في الدرس السابق مهم جدا أن الشخص يعرف ما هي الاختبارات وما هي طبيعتها لأنك تحتاجها إذا أردت أن تتوظف من هذه الأمثلة هذا المثال الموجود لدينا أن يجتاز الشخص تلك الاختبارات المرتبطة بالإرشاد السياحي وكذلك يجتاز المقابلة للشخصية وكذلك أن يحصل على دورات متخصصة معتمدة في الإرشاد السياحي كذلك أن لا يكون قد سبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أن يكون لديه لغة أجنبية واحدة على الأقل غير اللغة العربية وفي حال كانت الإنجليزية فيتعين عليه إرفاق شهادة اللغة الإنجليزية مهم جدا أن يكون لديه لغة غير العربية لأنه سيتعامل مع جنسيات متعددة فمهم جدا أن يكون لديه تلك المهارة في تلك اللغة سواء كانت اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأخرى أنواع النشاط السياحي للحصول على الرخص هناك مرشد سياحي متخصص وهناك مرشد موقع وهناك مرشد مسار بعد ذلك للحصول على رخصة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يهدي في اختبار الرخصة السعودية لما يلي تحديد الكفاءات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد سنة الامتياز والتأكد من استفاء خريجي منشآت التعليم الصحية المعتمدة للحد الأدنى من معايير مزاولة المهنة مهم جداً هذه الأهداف للرخصة المرتبطة بالممارسين الصحيين لأن ذلك كما ذكرنا ينعكس أثره إجاباً على المستفيدين هذه الاختبارات المرتبطة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الممارسين الصحيين أولاً اختبار الرخصة السعودية للصيدلة ثانياً اختبار الرخصة السعودية لطب الأسنان اختبار الرخصة السعودية لتقنية الأشعة كذلك اختبار الرخصة السعودية للتمريض اختبار الرخصة السعودية للصحة العامة واختبار الرخصة السعودية لعلم النفس نلاحظ المجالات متعددة ومتنوعة لكل مجال أو تخصص يتطلب رخصة معينة خاصة بذلك التخصص أو بذلك المجال نلاحظ التعدد وسنذكر أيضا هناك مجالات متعددة أخرى مهم جدا أن يكون متخصص وملم تلك أو ما يرتبط بمجاله وتخصصه الصحي كذلك اختبار الرخصة السعودية للطب البشري واختبار الرخصة السعودية للرعاية التنفسية واختبار الرخصة السعودية للتغذية الإكلينيكية واختبار الرخصة السعودية للمختبرات نلاحظ الكم الكبير جدا فقط للممارسين الصحيين ولا شك أن ذلك ينعكس أثره إيجابا على المستفيد وقبل ذلك على الممارس الصحي بذاته في الختام لا يسعوني يا عزيزي الطلاب والطالبات إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم شكرا لكم دمتم بود